اشتركوا في القناة حتى ارتفعت حظوظ التشكيل مصادر سياسية مطلعة افادت للنشر ان الصيغة الحكومية ما نضجت بعد بشكل كافي ولكن الحريري بلقاءه مع رئيس الجمهورية ميشيل عون من يومين لمس منه قبول مبدأ بالصيغة المطروحة كما لمس للمرة الاولى السعداد تدوير الزوية وتقديم بعض التنازلات وهي دا اللي ما كان بمرحلة سابقة الا ان الامور بتحتاج للمزيد المتدفع والعمل والنضج فمعادلة التوازن والتنازلات هي اللي رح تعتمد بالايام المقبلة وصولا لكسر حالة المراوحة القائمة وبالتالي ولادة حكومة التوافقية بظل كل ما عم تحمل عملية التقليف من عقد واختلاف وتشبس بالاراء اختلفت التفسيرات والمعطيات حول التصريح الحريري مبارح اذ اشارت مصادر سياسية تانية الى انه ما في اي معطى عمل مقنع بدل على قرب التشكيل لكن الحريري مضطر كلفترة يقدم كلام تفاقلي لايرضع عن نفسه تهمة المراوحة او التأجيل او التعطيل فالجو بعضه ضبابة خاصة انه اجتمع مع الرئيس عم ما رشح عنه اي صيغة جديدة ممكن تزيل العقد انما البحث مستمر بالصيغة الاخيرة والعقد بعد على حالة خصوصا العقد المسيحية اذن كل الانظار شخصة نحو الايام اللي جاية بما رح تحملها من مستجدات فعالية من شأن تأكد صوابية الحريري بتصريحه او اخفاءه محمد زهوي تليفزيون نشرة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايق لصفحتنا على فيسبوك اشتركوا في القناة